بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طلاب الصف الرابع الابدائي أسعد الله أوقاتكم بكل خير اليوم معنا درس جديد من دروس مادة الاجتماعيات والدرس الخامس عشر غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الغزوة هي التي كان يقودها النبي بنفسه معنها معركة يعني طبعا معروف أن المدينة المنورة عندما ذهب إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأسس بها المسجد ليكون مركز للقيادة ومركز الاجتماع المسلمين بدأ الإسلام ينتشر في المناطق المجاورة للمدينة وبدأ ذلك يجعل أعداء الإسلام المشركون يخططون لمنع هذا الانتشار طبعا أراد المسلمون أن يسأروا لأنفسهم مما حدث لهم في مكة فجهز النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين لحماية الدين والدولة وبدأت الغزوات ومواجهة المشركون عندنا أول غزوة يا أولاد غزوة بدر الكبرى هذه كانت سنة اثنين هجريا يعني بعد هجرة الرسول في عامين مكانها في منطقة بئر بدر يقع جنوب غرب المدينة المنورة طيب ما هو سبب هذه الغزوة؟ كل غزوة لها سبب السبب هنا أن المسلمين أرادوا أن يسألوا لأنفسهم من المشركين وإن يستعيدوا أموال المسلمين الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة طبعا هذه المعركة انتصر فيها المسلمون بعد أن استشهد أربعة عشر صحابيا رضي الله عنهم وقتل من الكفار سبعون وجرح منهم سبعون ولهذا فإن غزوة بدر الكبرى من أهم الغزوات في تاريخ المسلمين رغم قلة عدد المسلمين وكان عددهم 300 مجاهد أما الكفار كان حوالي ألف مشرك ولكن المسلمين انتصرت لماذا انتصر المسلمون؟ لاحظ هنا هذا ميدان المعركة شوف المسلمون في هذا الجانب باللون الأغضر وهؤلاء هم المشركون لاحظ موقع الماء طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه فأشار عليه الحباب بن المنزر أن ينزلوا بجوار بئر بدر لماذا؟ حتى يسيطروا على هذا البئر ويمنع الماء عن المشركين فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل على رأي الحباب وصنع له عريش ليجلس تحته الرسول صلى الله عليه وسلم واستفى المسلمون لمواجهة المشركين وسيطر المسلمون على الماء وبذلك انتصر المسلمون في هذه الغزوة وقتل من الكفار سبعون وأسر منهم سبعون وكانت بداية نصر عظيم وقوة للمسلمين طبعا هذا الاطلاع منطقة بدر هذه محافظة من محافظات منطقة المدينة المنورة تبعد 155 كم غرب المدينة المنورة موجودة في المملكة العربية السعودية وفيها آثار تلك المعركة وهي من معالم تاريخنا الإسلامي المهمة التي نفتخر بها ونحافظ عليها نأتي إلى الغزوة الثانية وهي غزوة أحد سنة كام هذه؟ سنة ثلاثة هجريا طبعا إيه سببها؟ سببها إن الكفار عز عليهم أن ينتصر عليهم المسلمون وأن يقتلوا منهم سبعون ويأثروا منهم سبعون فماذا يفعلون؟ أرادوا أن ينتقموا لأنفسهم من المسلمين والأخذ بثأرهم من هذيمتهم في غزوة بدء فجهزوا جيشا لقتال المسلمين واتجهوا به نحو المدينة المنورة والتقوا بالمسلمين عند جبل أحد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من القادة المحنكي أمر الرماه أن يقفوا فوق الجبل ولا ينزلوا أبدا الرماه لما يرهموا الأسهم مهما حدث طبعا عندما اشتد القتال انتصر المسلمون في بداية الأمر عندما رأى وفر الكفار عندما رأى الرماه اللي هم موجودين فوق الجبل فرار الكفار خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا لكي يجمعوا الغنائم من رماح من سيوف من قيول كان هناك قائد من قوات المشركين كان محنكا وهو خالد ابن الوليد لاحظ خالد ابن الوليد كان من المشركين قبل أن يسلم عندما رأى الرماه قد نزلوا من على الجبل التفى بالمشركين خلف الجبل وانقض على المسلمين من الخلف التفت مجموعة من جيش القريش في قيادة خالد ابن الوليد قبل إسلامه على المسلمين من الخلف وهاجموا المسلمين وأصيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بجروح في وجهه وكان من بين الشهداء حمزة ابن عبد المطلب وانتصر الكفار على المسلمين في هذه المعركة وده كان نتيجة تتمين أن الرماه خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا عندما اطلاع هذه عندما جرح النبي صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة ابنته تنظف جرحه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب الماء فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألسقتها فاستمسك الدم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المدينة وعن جبل أحد هذه طابت وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه ونحن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم في محبة المدينة وجميع أنحاء الوطن نأتي للغذوة الثالثة وهي غذوة الأحزاب اللي هي الخندق يعني اسمها الأحزاب وليسموها الأحزاب لأن اجتمع فيها اليهود كانوا حزب مع قفار قريش وكانوا حزب فسميت الأحزاب لأنهم تحزبوا على المسلمين وسميت بالخندق لأن المسلمين حفروا خندقا لحماية المدينة من دخول القفار هذه كانت سنة خمسة هجريا سببها أن اليهود قاموا بالفتنة بين المسلمين والمشركين واجتمع المشركون من قريش وغيرهم من القبائل العربية واليهود لمواجهة المسلمين في المدينة المنورة والقضاء عليه وسمي هؤلاء بالأحزاب لتجمعهم على هدف واحد ضد المسلمين طبعا خرج القوات المشركين للمدينة لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استشارا مسلمين وأخذ برأيي المشورة وهنا المشورة يا أولاد لتبادل الأفكار والخبرات يعني لما تشاور أحد أنت تأخذ منه معلومات وهو يأخذ منك معلومات فتوصل الهدف يجعلك تمتصر أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يتشاور مع أصحابه فخرج رجل اسمه سلمان الفارسي برأي أن يبقى المسلمون في المدينة ولا يخرجون منها وأن يحفروا خندقا لحمايته لأن المسلمين لو خرجوا لقتال القفار خارج المدينة كم من الممكن أن ينهزم المسلمون فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محمد برأيه برأي سلمان الفارسي وحفر المسلمون ومعهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم خندقا في الجهة الشمالية من المدينة المنورة طيب لماذا في الجهة الشمالية لأن هذه المنطقة أو هذا هو المدخل الوحيد الذي يستطيع أن يدخل منه قفار قريش أما باقي الحدود فكانت تحدها بعض الحرات والحرات هذه أماكن يا أولاد لا تستطيع الخيول أن تمشي فيه طبعا توقف الأحزاب المشركون عند الخندق وحاصروا المدينة شهرا كاملا ولم يتمكنوا من دخولها ثم هيأ الله الفرج والنصر للمسلمين بأن أرسل الله إليهم ريحا باردة في ليلة مظلمة قلبت قدورهم واقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم فتفرق بذلك المشركون اللي هم الأحزاب وانتصر المسلمون وسميت أيضا بغزوة الخندق هذا طول الخندق 2750 متر هنا في حرة واقم اللي أنا أقول لكم عليها الحرة الشرقية حد طبيعي هذه حرة الوبرة اللي هي الحرة الغربية هنا جيش المشركون في هذه المنطقة وجيش المسلمون هنا هنا جبل سلع طبعا لا يستطيع دخول الكفار من هذه الناحية الشرقية أو الغربية أو الجنوبية إنما كانوا يستطيعون أن يدخلوا من ناحية الشمال فحفر المسلمون الخندق لحماية المدينة تعالا نشوف مع بعض الأنشطة هذه لماذا استشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ نعم لتبادل الخبرات وتحقيق النصر طيب ما رأيك في فكرة سلمان الفارسي رضي الله عنه؟ نعم فكرة رائعة تدل على حسن التفكير نأتي مع بعض إلى صلح اسمه صلح الحديبية صلح إيه؟ الحديبية هذا كان سنة ستة هجرية طيب صلح الحديبية هذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتمر مع أصحابه ولكن الكفار منعوه من العمر طيب ماذا يفعل الرسول؟ أرسل إليهم ذا النورين اللي هو عثمان بن عفان وهو أول رسول أو أول سفير في الإسلام لكفار كريش يفاوضهم وانتظر في مكان اسمه الحديبية والحديبية هذا اللي هو ما يسمى بمنطقة الشميسي اللي هو موجود بين جدة ومكة المكرمة طبعا تأخر سيدنا أصمان عن الرجوع إلى الرسول فظن المسلمون أن كفار كريش قد قتلوه فبايع المسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم على قتال الكفار وهذا نزلت في صورة الفتح اللي هي بيعة الرضوال فلما عاد سيدنا عثمان بن عفان واجتمع المسلمون والكفار وعقدوا صلح اسمه صلح الحديبية وهذا الصلح كان فاتحة خير على المسلمين نأتي إلى فتح مكة سنة تمانية هجريا عاد المسلمون إلى المدينة المنورة وهم متشوقون لأداء الحج والعمر ونزلت صورة الفتح ببشارة دخول مكة المكرمة قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبين طبعا صلح الحديبية لم تلتزم قريش بالصلح ولا بالمعاهدة ف في قبيلة اسمها قبيلة خزاعة وقبيلة بكر خزاعة طبعا دي كانت تابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فقامت قبيلة بكر بالهجوم على قبيلة خزاعة وتحريد من اليهود فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فعمل جهز جيشا كبيرا حوالي من عشرة آلاف مقاتل وسار به نحو مكة المكرمة لما علمت قريش بكسر الجيش المسلمين وقوته أعلنت استسلامها وبذلك تمكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دخول مكة وفتحها دون حرب بعد الفتح طاف حول الكعبة أول شيء عمل النبي صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام وأمر بلال بن رباح أن يؤذن في المسجد الحرام فانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا هكذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم إلى لقاء آخر في درس جديد وفقكم الله جميعا كان معكم الأستاذ محمد يوسف ترجمة نانسي قنقر